آلاف العائلات النازحة في ريف إدلب شمالي سوريا تعيش معاناة مضاعفة عن عشرات آلاف آخرين بسبب عدم توفر ظروف سكنية توفر أدنى متطلبات الإقامة الكريمة فمنهم يسكن في خيام غير مهيئة أو في مركز إيواء شبه مدمرة ففي الصيف تنتشر الحشرات والزواح في الناقلة الأوبئة والأمراض ومع حلول فصل الشتاء تبدأ المحنة وتكثر المآسي فسيف البرد لا يرأف بهم والأمطار تباغتهم وهم نائمون في خيامه بس صيف شوب كتير ولا في مراوح ولا في شيء ولا خير البق والذبان وهي نصح نعاوض على الشتاء والله نظن نرجف ونحطها الحرامات تالي حرامات حلوان حرامات مثل العالم حرامات محينة الشرقية ما تدفينا بالطور غصبا عنا عاشيا ما لقينا مطرح ولا عنا نشتري ولا عنا نساوي نحط عجارات ولا عنا شيء قاعدنا غصبا عنا يعني غصبا عنا جاعدين ما عنا وإضافة إلى معاناة المسكن تشكو هذه الأسر النازحة من الفقر المتقع وانتفاء سبل المعيشة في ظل غياب الدعم وعدم وجود المعيل على افتراض توفر فرص العمل بادي الأمر والله منظامين حد الضيم يعني شقد الضيم لا زيت أصل جعلنا أكله ولا زيت العملي لا حجينه ولا حطب العجارات الشتوية ما عن حق عطب يعني آيفين النجمة القيمة والله عارية أريد أني أساوي مكدوس وساوي زيتون وساوي جبون وساوي لبنة ومع كل هذه الظروف الإنسانية السيئة التي أجبرتهم على الفرار من مناطقهم التي دمرها القصف فإن الطائرات الروسية تلاحقهم وتقصف مراكز إيوائهم لتبقيهم في رعب دام عدة سنوات مضت وحالة النازحين واللاجئين تزداد سوءا يوما بعد آخر فلا حل جزئيا مؤقتا يعينهم على هذه المحنة ولا حل سياسيا ينهي هذه المأساة المستمرة